أثمنا سباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروعات التوسع الزراعي تقوم على أنظمة الزراعة والري الحديث مشيرا إلى أن الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات الدلتة الجديدة جاء ذلك خلال افتتاحه مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في منطقة العين السخنة حيث أشار إلى أن الدولة تصابق الزمن لدخول 3.5 مليون فدان إلى الخدمة وأكدا أن هناك جهدا وتكلفة ضخمة لتقليل فجوة الغذاء في ظل تحدي النمو السكاني أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية تطوير المواني مشيرا إلى التوجهات الرئاسية بتعظيم الاستفادة من واقع مصر الجغرافية ومزاياه التفضلية وتحويل ذلك إلى قيمة اقتصادية مضافة بالتعاون مع القطاع الخاص تصريحات مدبولي جاءت على هامش مراسم التوقيع العقدية التزامي لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بكل من ميناء السخنة ومحطة الحاويات برصف مئة بميناء الدخل وذلك بالتعاون مع أكبر تحالف عالمية في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطة الحاويات الدولية وقع الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي مراسما بإقالة عدد من رؤساء الإدارة العسكرية الإقليمية وجاء في الوثيقة إقالة رئيس إدارة الدولة الإقليمية في لوهانسك وإعفاء رئيس إدارة مقاطعة أوديسا وفقا لطلبه كما تمت إقالة رئيس إدارة مقاطعة خاملينسكي حذر قائد مشاة البحرية الأمريكية الجنرال ديفيد بيرغر بعد سقوط مسيرة أمريكية قرب مياه روسيا في البحر الأسود حذر من خطر اندلاع حرب عالمية وذلك نتيجة لتردي الاتصالات بين موسكو وواشنطن كما رجح بيرغر تطور حوادث الطائرات بين البلدين إلى مواجهة مباشرة في ظل اتصالات سيئة لمنع الحوادث العارضة أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي عابر للقارات سقط في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان وذلك قبيل قمة مرتقبة بين سول وتوكيو وأكد جيش كوريا الجنوبية أن الصاروخ قطع مسافة ألف كيلومتر قبل أن يسقط في البحر وأنه أطلق بزاوية مرتفعة وقالت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ البلستي العابر للقارات حلق على ما يبدو على ارتفاع يزيد على ستة آلاف كيلومتر لمدة سبعين دقيقة أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بقوة 7.1 درجة هز منطقة جزر كريماريك في نيوزولندا وقدرت الهيئة أو قدرت الهيئة وقوع زلزال على عمق 10 كيلومترات هذا وأفاد نظام الأمريكي للتحذير من توسنامي بأنه تم إصدار تحذير من حدوث أمواج مد بحري عاتية توسنامي بعد الزلزال خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأخير لتصل إلى 1.2% في انخفاض 13% عن التقدير السابق وأشر البنك إلى مخاطر محيطة بالإكراد فيما تقلص البنوك الأصغر حجما محفظة قروضها للحفاظ على السيولة في مواجهة الأزمة البنكية هذا وتواجه البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة أوقات عصيبة منذ انهيار بنك سيليكون فالي بعد حملة واسعة لسحب الودائع منذ الأسبوع الماضي رياضيا حقق نادي ريال مدريد الفوز على حساب ليفر فول بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ساندييغو برنابيو في إياب دور 16 من بطولة دور أبطال أوروبا للموسم الحالي وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم الفرنسي كاريم بنزيمة بهذه النتيجة تأهل النادي ريال مدريد إلى دور ربع نهائي بطولة دور أبطال أوروبا بينما ودع ليفر بول المنافسات مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر